في هذا الخبر العاجل التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية الذين أنهوا دراستهم بها وقد دار حوار مفتوح أجاب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على استفسارات الطلاب بشأن مختلف الأوضاع المحلية والدولية وفي هذا السياق أوضح الرئيس السيسي أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة مؤكدا أن تماسك ووحدة الشعب هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة والضمان الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن هذا وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن الأعوام العشر الماضية برهنت على وعي الشعب وتماسكه في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حيث كان الشعب هو حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار والنيل من المؤسسات الدستورية تجنبا للعواقب السلبية لعدم الاستقرار وفيما يتعلق بالظروف الإقليمية أوضح السيد الرئيس أن تطورات على مدار العقود الماضية أدت بالمنطقة إلى مفترق طرق تاريخية يتطلب من الجميع الحاضر والتأني ودراسة المتعمقة قبل اتخاذ أي قرار وأكدا في هذا السياق أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصايدها تحسبا من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تهدد الأمن الإقليمي بأكمله هذا وأضاف الرئيس السيسي أن دول المنطقة لها مصالح التي يجب أن لا تتعارض مع بعضها منوها في هذا السياق إلى أهمية إجراء حوار استراتيجي بينها بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من قدرة شعوبها وردا على عدد من الاستفسارات المتعددة من طلاب أكد الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على مصار إصلاحي على مدار العشر سنوات الماضية من أجل إعداد أجيال قادرة على حمل المسئولية في القطاعات كفة كما أوضح الرئيس السيسي أهمية مواجهة السلوكيات غير القانونية التي تسعى لاستغلال المميزات التي تكفلها الدولة لفئات محددة كالسيارات المخصصة لذوي الإعاقة على سبيل المثال كما نوه السيد الرئيس إلى أهمية التوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لبناء كوادر مصرية متميزة في هذه المجالات الحيوية بالإضافة إلى فتح ميادين عمل جديدة وغير تقليدية وأكثر ربحية للشباب المصرية